استهجنت وزارة الأوقاف والإرشاد والنقل الأكاذيب التي تسوقها ميليشيا الحوثية الإرهابية بشأن الحجاج اليمنيين العالقين في الأراضي المقدسة نتيجة قرصنتها واختطافها لطائرات الخطوط الجوية اليمنية وطواقمها في مطار صنعاء واستغرب بيان صادر عن وزارتي الأوقاف والنقل الصلف الذي تبديه ميليشيا الحوثية الإرهابية والتهرب من الحقيقة الواضحة للجميع فيما يتعلق بمسؤوليتها عن عرقلة عودة بقية الحجاج جراء استمرارها في خطف الطائرات وطواقمها وحمل البيان ميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن تبعات اختطافها لطائرات الحجاج بما في ذلك تعويض كامل للأثار المترتبة على ممارساتها التعسفية بحق الحجاج والناقل الوطني للخطوط الجوية اليمنية وجدد البيان رفض وزارتي الأوقاف والنقل تسييس قضية الخطوط الجوية اليمنية باعتبارها الناقل الوطني والمعني بخدمة جميع المسافرين اليمنيين ترجمة نانسي قنقر